السلام عليكم الداري جيسبر تكونوا باخير انفورو متو ما كتفرجوا في هاد الفيديو واحد من احسن لاعبين اللي دازوا في تاريخ دينادي تشيلسي اللاعب تون كاميرون رايش فيليبس لعب مع اندية كبيرة سابقا بحال تشيلسي بحال مونشيستر سيتي بحال كوينز بارك رينجرز صراحة ان هذا اللاعب هذا كان عالمي وباقي عاقل اليه بحيث بزاد الفيديو والاهداف كان نشرهم لمواقع دي تشيلسي وايضا لاعب عنده المكانة دياله وقال كلمة مهمة اللاعب دينا المغربي حاكيم زياش بعد تعلق دينا في اخر مبارتين ضد ليستر سيتي اللي اعطفها اسيس لبولي سيتي وشيتي الهدف اللي كان بواحد نيف وطالع وايضا ضد اليوفي بحيث سامل هاتف الاخير لفيرنر بعد هاد مش سوى اللي قدمه في اخر مبارتين دوا عليه رايش فيليبس بدل كلمات العالمية المهمة الخوط انه بدهو بش نقال لقد شاهدت حاكيم زياش في اخر مبارتين اللي هما دي ليستر سيتي ودي اليوفي اللي سام فيهم بش اهدف مجموع ديرهم قال لقد شاهدت حاكيم زياش في اخر مبارتين وكان رائعا اعتقد انه عاد الى سبب شرائه من دي تشيلسي في البداية بتمريراته ولمساته الرائعة وخلق فرصته يعني بعد الاداء اللي قدمه في اخر مبارتين رجع لدك السبب علاش تيلسي بغوش روي يعني بش قدم الاداء الممتاز وقدم دك شلال لي وقال ايضا بتمريراته ولمساته الرائعة وخلق الفرص يعني في اخر مباراة بحيث تصنع كتر من ثلاثة فرص لكن زق الوجوج ووحدة تماركات وقال ايضا النواتق من اننا سنرى قريبا اللاعب اللي دي اعتدنا عليه يعني دك السيد اللي كبين دك حاكيم زياش المهوب وعنده المهارة واللي عنده تشيقة واللي كسيج الاهدف وكاته ملاش حاسي ما يعني قريب نشوفو دك زياش ذا البصح ليويدا الاكسان في السردة يعني هالخوش كلمة عالمية وقالها هاد اللاعب لوصل الميدان لمواجم رايت فيليبس هادا مكان اخوش اجبال لكم فشنو قال واش غادي تعلق زياش غداد ضمون شيزة زي او للا تهالله